ستة عضاء جدود لمفوضية المجموعة الاقتصادية والنقدية لأفريقيا المركزية السيماك يؤدون اليمين الدستورية أمام رئيس الفترة الانتقالية الرئيس الدمهوري رأس الدولة الفريق أول محمد إدريس ديب إتنو في جلسة رسمية العضاء الستة لمفوضية السيماك تم تعينهم في الحادي والثلاثين من مارس عقباء عمال المؤتمر الخامس عشر لرؤساء دول الحكومات المجموعة الذي احتضنته مدينة يويندي العاصمة الكاميرونية في السابع عشر من مارس الفين ثلاثة وعشرين هذا وقد أشرفت على مراسم أداء اليمين الدستورية للعضاء الجدد الرئيس الأول لمحكمة العدل بالمجموعة الاقتصادية والنقدية لأفريقيا المركزية ألينغا أنجوبرو التي ذكرت العضاء الستة بأهمية المهام الموكلة إليهم إلى جانب الدور الذي يلعبونه خلال فترتهم من أجل أن تتحقق أهداف المجموعة بشكل جيد يستجيب لمتطلبات قادة الدول السماك والعمل على تعزيز مختلف الدوانب الاقتصادية هذا وفق ما نصت عليه مراسم التعيين أن اثنين من الأشخاص الستة يكونان على رأس المفوضية أحدهما الرئيس والثاني نائبا له والأربعة الآخرون عضاء بالمفوضية يكلفون بمهام مختلفة كل حسب اختصاصه وخبرته بغية المساهمة في رفع التحديات وتطوير عمل المجموعة إلى الأفضل هؤلاء المفوضين الستة كلفوا رسميا لإدارة مفوضية السماك في الفترة من العام 2023 إلى العام 2028 أي خمس سنوات بالتمام والكمال غير قابلة للتجديد وتتمحور مهمة هذه المفوضية في تطوير المعاملات التجارية المشتركة التعليم والبحث العلمي التنمية الاجتماعية والحكم الرشيد فضلا عن البنية التحتية وتعزيز السياسات الاقتصادية والنقدية لدول السماكة الست يرأس المفوضية بلتزار إغونغا وأسامبا أنغوندو شارل نائبا له المجموعة الاقتصادية والنقدية لأفريقيا المركزية هي منظمة إقليمية وانشئت في السادس من مارس عام 1994 وظلت تعمل بشكل رسمي في العام 1999 وتتخذ من مدينة بنجية عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى مقرا لها ترجمة نانسي قنقر